اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مساء الخير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن طلب الاعضاء انهاء تأجير نادي الفروسية لقطعة من ارض النادي الاه وعن بداية المفاوضات مع نادي الفروسية لاعادة الارض خاصة بعد زيادة عدد الاعضاء وزيادة المنشآت اللي خلت مساحة النادي دياء عليهم كانت مفاوضات صعبة جدا لتداخل اطراف عديدة وبعد موجود كبير قدر فؤاد سراج الدين باشا وكيل النادي الاهلي انه يساعد نادي الفروسية علشان ياخد ارض جديدة ورجعت للاهلي ارضه بعد خمستاشر سنة واتكلمنا عن وفاة احمد فؤاد انور داشا وكيل النادي الاهلي وواحد من كبار رموزه واول كابتن لفريق كرة القدم وكمان واحد من قادة تمصير الرياضة المصرية واتكلمنا عن تركيب النادي ابواب متحركة معدنية بعداد على ابواب ملعب فاروق اللي هو ملعب التيتش حاليا علشان يعد المتسرجين في المباريات الرياضية ويعظم موارده المالية بالرقبة الشديدة على بوابات الدخول واتكلمنا عن فوز الاهلي باول بطولة للدوري العام في تاريخ البطولة ومش بس كده الاهلي جمع بين بطولة الدوري والكاس تلات سنوات متتالية وسيطر على بطولات كرة القدم في مصر واتكلمنا عن دي مسجد النادي بالمصلين وتوسعته اكتر من مرة وعن تبرع الاميرة فيقة اخت الملك فاروق لبناء مسجد جديد للنادي اللي هو موجود حاليا جنب الباب اللي بجوار مستشفى المعلمين واتكلمنا عن غضب اعضاء الاهلي من اعتداء الانجليز على اهالي الاسماعيلية وسقوط شهداء من ضباطنا وجنودنا واهلينا بالاسماعيلية وعن رفض الاعضاء وجود مدرب منتخب مصر الانجليزي داخل جدران النادي وكمان رفضوا اقامة مباريات استعراضية لفريد بيري نجم بطولات الجراند سلام في التنس جوه النادي الاهلي وسنة 1952 شهد الزيارة الاولى لواحد من اهم الشخصيات اللي قصرت في قلوب الاهلوية وكتبت اسمها بحروف من نور في تاريخ النادي الاهلي الشخص ده هو الامير عبدالله الفيصل واحد من ابرز رموز الاهلي ومحبيه وداعمية الامير عبدالله الفيصل هو الابن البكر للملك الراحل فيصل ابن عبدالعزيز السعود ومن موليد الرياض سنة 1922 وتولى العديد من المناصب منها مساعد نائب الملك على الحجاز ووزير الصحة ووزير الداخلية وكان لودور بارز في النهوض بالحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية وساهم عام 1954 في تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم للاشراف على تنظيم المباريات تحت مسمى اللجنة العليا لاتحاد كرة القدم وساهم كمان في انضمام السعودية لعضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم الوال فيه بحث وكانت مساهماته الأكبر في تنظيم مسابقات كرة القدم بالمملكة ويعتبر من كبار شعراء المملكة العربية السعودية غناله كبار المطربين غنت لأم كنسوم ثورة الشك أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني وأغنية من أجل عينيك عشقته الهوى وغنت فيز أحمد أغنية يطير أما عبدالحليم حافظ فغناله الأغنية الشهيرة أياميها صمراء يا حلم الطفولة وأغنية يا مالكا قلبي ولأن الأمير عبدالله الفيصل كان عاشق للنادي الأهلي كتب أصيدة من أجمل القصايد اللي كتبت في حب النادي الأهلي كتبها بمناسبة اليوبيل الزهبي للنادي سنة 1957 الأصيدة دي هنتكلم عنها تفصيليا لما نوصل لاحتفالات اليوبيل الزهبي سنة 1957 الأمير عبدالله الفيصل ما كانش عاشق للأهلي وبس ده كان عاشق لمصر كلها حتى إن كتير من المصريين كانوا بيقولوا عليه أمير سعودي بروح مصرية وتوفي بمديلة جدة 8 مايو 2007 عن عمر 84 سنة وفي نفس العام اللي هو عام 1952 حصلت وقع بحمام السباحة كانت جديدة على أعضاء النادي واحد من أعضاء فريق السباحة بالنادي اعتدى على مرائب باب حمام السباحة بالضرب ضربوا بقصوة لأنه طلب منه الالتزام بالإجراءات التنظيمية لحمام السباحة الواقعة كانت كبيرة قوي عارفين ليه؟ لأن بطالها سباح دولي مفروض إنه يكون قدوة ويكون أول الملتزمين بإجراءات وقرارات النادي كمان كانت الواقعة الأولى اللي حصلت في حمام السباحة المهم تقرر عرض الواقع على مجلس الإدارة اللي قرر في اجتماعه يوم الأربع 25 يونيو 1952 التالي إجراء تحقيق مع الأستاذ صلاح مميش ومحمد فاندي سياج لسماع أقوالهما وشهودهما وتكليف الأستاذ مراد فهمي لإجراء هذا التحقيق على أن يتم ويعرض على مجلس الإدارة في يوم السبت القادم الساعة السبعة مساء مع اعتبار الجلسة مستمرة لذلك اليوم على أن يمنع اللاعب من دخول النادي ويمنع الموظف من أداء عملي لحين البت في الموضوع الأزمة كانت كبيرة لدرجة أن مجلس الإدارة يقرر أن الجلسة ممتدة وكمان حدد جلسة المجلس التالية بعد ثلاث أيام كان اهتمام فوق العادة بمعالجة الخروج الأخلاقي وفعلا اجتمع مجلس الإدارة بعد ثلاث أيام يوم السبت 28 يونيو 1952 وخرج بقرار في غاية القوة وجه في محضر مجلس الإدارة استعراض المجلس نتيجة التحقيق الذي قام به الأستاذ مراد فهمي السكرتير الفخري بشأن اعتداء الأستاذ صلاح مميش عضو فريق السباحة على محمد فاندي سياج مراقب باب حمام السباحة وقرر المجلس بإجماع القراء فصل الأستاذ صلاح مميش من عضوية النادي مع منع من التدريب الأولمبي بالنادي ولفت نظر محمد فاندي سياج مراقب باب الحمام إلى عدم التفوه بألفاظ من شأنها استفزاز حضرات الأعضاء الخطأ كان كبير وبحجم الخطأ كان العقاب صلاح مميش كان بطل دولي في لعبة السباحة لكن الأخلاق والمبادئ فوق البطولة محدش في قدارة الأهل يفكر في حجم الخصارة الفنية اللي حتحصل بفصل عضو رياضي دولي لكن كانت مبادئ الأهل قدام عنيهم كان لها الأولوية قبل أي حاجة قرار قاسي بفصل بطل أولمبي مع منعه من التدريب مع زملاء الدوليين يعني ما يخشش النادي نهائيا ويستمر الأهل في تطبيق العمل للشعار التاريخي المبادئ فوق البطولات بعد الوقع دي بأقل من شهر وتحديدا يوم 23 يوليو 1952 صحية مصر على بيان قيام ثورة 1952 ثورة من أهم الثورات في تاريخ مصر ثورة غيرت مستقبل المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا ثورة بيضاء نجحت في تغيير وجه التاريخ المصري تماما ثورة الجيش المصري اللي نقلت مصر من العهد الملكي للعهد الجمهوري وأيدها الشعب بكل قوة وقدر الجيش المصري أنه يجبر الإنجليز على الجلاء عن مصر لتحصل مصر على استقلالها الكامل بعد 72 سنة من الاعتلال مع ثورة يوليو اتغير وجه مصري تماما وبدأت عهد جديد وفي إطار الدور الوطني للنادي الأهلي استضاف مباراة خيرية في لعبة الهوكي بين منتخب من العسكريين ومنتخب آخر من المدنيين ويخصص إرادها لصالح جمعية مشواه الحرب ورعاية أبناء الشهداء في يوم المباراة شكر السيد الرئيس محمد نجيب رئيس الجمهورية النادي الأهلي وأعضاؤه لتبرعهم بببلغ 500 جنيه مصري للجمعية وقال الرئيس محمد نجيب إني أعتبر كل مصري عضوا في الجمعية لأن في الحرب الجميع يساهمون سواء الذين يحاربون في المقدمة وهو الجيش أو الذين يحاربون في الداخل وهو الشعب من وراء الجيش والجيش الذي يعلم أن وراءه شعباً يكافح بقوة من أول انتخابات حصلت في النادي سنة 1916 وقانون النادي بينص على إجراء انتخابات كل جمعية عمومية يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل سنة بتتعمل الجمعية العمومية لمناقشة تقرير نشاط النادي والألعاب والإنشاءات ومناقشة ميزانية العام الماضي والإرادات والمصرفات ويتم اعتماد الموازنة المالية للعام الجديد في نفس الجمعية بيتم انتخاب لجنة عليا جديدة للنادي أو زي ما تغير اسمها بعد كده مجلس إدارة جديدة مش معنى كده أنه كل سنة كان بيكون في رئيس جديد للنادي أو أعضاء مجلس إدارة جدد لا غالباً كان بيتم إعادة انتخاب نفس المجلس بكامل أعضاؤه إلا لو واحد اعتذر أو واحد توفي المهم أن الانتخابات كانت بتتم سنوياً في النادي سنة 1953 حصل أول تعديل في مواد انتخاب مجلس الإدارة واتغيرت مدة رئيس النادي ومدة مجلس الإدارة وانظام انتخابه ما هو تعديل اللوايح والقوانين أمر معتاد في الرياضة وغيرها لموجبة تطورات العصر ودايماً النادي الأهلي كان بيعدل اللايحة طبقاً للمتغيرات الرياضية والاجتماعية اللي بتحصل في حينها ما هو ما ينفعش اللوايح تفضل جمدة ولا تلب المتغيرات كتير من الأعضاء اقترحوا تعديلات للوايح وشكل النادي لجنة لبحث كل مقترحات الأعضاء وتم عرض كل التعديلات المتاحة على مجلس الإدارة اللي حدد يوم 6 فبراير 1953 جمعية عمومية غير عادية لمناقشة التعديلات كانت التعديلات المطلوبة على ليحة النادي كتير أوجي لكن يهمنا منها تعديل مهم جداً يخص مدة المجلس ورئيس النادي وزي ما قلنا أنه من أول جمعية عمومية للنادي سنة 1916 ومدة المجلس كانت سنة واحدة وبيتم انتخاب مجلس إدارة النادي سنوياً بعد مناقشة الميزانية في الجماعية العمومية في الجماعية العمومية غير العادية اللي انعقدت يوم 6 فبراير 1953 تم تعديل ليحة النادي كما يلي المدة 18 بعد التعديل تصبح كما يلي تنظر الجمعية العمومية العادية المسائل الأتية تقرير مجلس الإدارة عن حالة النادي الإدارية والمالية والرياضية والاجتماعية اتنين الحساب الختامي عن السنة الماضية ومشروع ميزانية السنة المقبلة وتقرير مراقبي الحسابات تلاتة ما يقدم من الاقتراحات أربعة انتخاب رئيس النادي لمدة عامين خمسة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة عامين وتسقط بعد العام الأول عضوية نصف الأعضاء بالاقتراع ويجرى الانتخاب لشغل المراكز التي خلت بالاقتراع ثم يسقط النصف الثاني بعد مضي عام آخر ولا يجوز إعادة ترشيح العضو أكثر من مرة على التوازن يعني ايه كلام ده؟ أولا بالنسبة الرئيس النادي حيكون انتخابه كل سنتين دي بسيطة يعني مش هيفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس النادي كل سنة زي ما كان بيحصل قبل كده لا باب الترشح لانتخاب رئيس النادي هيتفتح كل سنتين أما أعضاء مجلس الإدارة فنفس الأمر هيتم فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة كل سنتين برضه لكن نظام انتخاب المجلس مختلف شوية هيكون فيه تجديد نصفي لمجلس الإدارة يعني هيتم انتخاب المجلس كله ده فأول سنة بعد سنة وقبل ما عاد الجامعية الاممية العادية هيتم عمل قرع بين أعضاء مجلس الإدارة عشان نشوف مين نص المجلس اللي هيكمل داخل المجلس والنص اللي ايه اللي هيدخل الانتخابات التجديد النصفي لكن في نفس الوقت عضو مجلس الإدارة مش من حق الترشيح لأكتر من مرتين متتاليتين ليحة النادي الأهلي تعدلت أكتر من مرة لكن وده المهم قيام إدارات الأهلي المتعقبة بتعديل اللوايح ما غيرش أبدا من شخصية النادي وده سر عظمة الأهلي ونرجع لملعب الأهلي بالجزيرة وزي ما قلنا في حلقات قبل كده إن سنة 1949 شهدت تطوير مدرجات الملعب بتعليط مدرجاته وبناء مدرجات جديدة خلت المدرجات تستوعب عشرين ألف متفرج وأصبح أكبر ملعب في مصر كلها وبقى الملعب الرئيس للأهلي ومنتخب مصر لأن باقي ملعب القاهرة ما كانش أكبرها يستوعب أكتر من خمس تلاف متفرج جلسة 9 فبراير 1953 شهدت اقتراح مهم جدا لتطوير الملعب نشوف الجلسة دي فيها إيه؟ عرض اقتراح حضرة الأستاذ المحترم محمد توفيق خشبة عضو مجلس إدارة النادي وعلى فكرة محمد توفيق خشبة يبقى أبو المهندس شريف خشبة اللي كان عضو التحدي بكورة والمهندس شريف خشبة أبو الكابتن هادي خشبة والخاص بإنارة ملعب قورة القدم وقد رؤية تأجيل هذا الطلب للجلسة القادمة بناء على طلب حضرة البكباشي المهندس أركان حرب صلاح نسيم في الوقت ده ما كانش موجود في القاهرة أي ملعب مضاء بالأضواء الكشفة يعني ما فيش أي مطشط بتتلعب بالليل فكان اقتراح إنارة ملعب النادي الأهلي من أهم الاقتراحات في تاريخ ملعب قورة القدم في مصر وجيب جلسة 25 فبراير 1953 تقرر تأجيل النظر في مشروع إنارة ملعب قورة القدم إلى حين الانتهاء من النظر في مشروع تخطيط النادي في الوقت ده كان فيه فكرة لإعادة تخطيط النادي كاملا وفعلا اتعملت لجنة زي ما جه في جلسة 17 مارس 1953 وافق المجلس على تشكيل لجنة من حضرات الأستاتيزة المحترمين علي لبيب جبر وانيس سراج الدين وحسين الشافعي وبجباشي أركان حرب مهندس صلاح نسيم ومحمود مختار التتش للتحكيم في مسابقة تخطيط النادي وعرض النتيجة على المجلس وبدأت عملية إعادة تخطيط النادي الأهلي وكان من دمن الخطة إنارة ملعب كرة القدم فجي مجلس الإدارة في جلسة 11 يوليو 1953 القاتل قرر المجلس تكليف اليوزباشي المهندس أركان حرب صلاح نسيم بعمل المقايسة اللازمة لإنارة ملعب كرة القدم الرئيسي وبكده بدأت الخطوات الفعلية لإنارة ملعب كرة القدم في النادي الأهلي بالأضواء الكشفة وكان مشروع كبير البشروع انتهى بإضاءة الملعب بالأضواء الكشفة في احتفالية كبيرة أوي حنتكلم عنها في وقتها ومن القرارات الهمة اللي خدها مجلس الإدارة في التوقيت ده قرار جلسة 28 أكتوبر 1953 وجه فيه وافق المجلس على مشروع السيد قائد لواء جوي حسن محمد توفيق سكرتير النادي بمكافحة الأمية بين عمال النادي الصغر كان مشروع ممتاز صديق الملعب وعمال التنس وغيرهم من اللي ما بيعرفوش لا يقروا ولا يكتبوا يتمحي أمياتهم إيه المانع أن طلبة الكليات والجامعات اللي هم أعضاء النادي يعلمهم الإراءة والكتابة وده اللي حصل بصد شوفوا الفكر سنة 1953 شهدت وقع طريفة بخصوص مكان نعقاد الجامعات العمومية للنادي لحد جمعية نوفمبر 1952 كانت الجامعية بتنعقد في صالة من صلاة النادي وكانت بتكون زحمة قوي لدرجة أن بعض الأعضاء ما بيعرفوش يدخلوا الصالة وما بيسمعوش المناقشة الجامعية العمومية اللي انعقدت في نوفمبر 1953 كانت أول جامعية عمومية تنعقد داخل سوان تم إنشاؤه بطريقة مؤقتة لأقامة الجامعية العمومية زي ما بيحصل حاليا دلوقتي في كل الأمدي قبل من سيب عام 1953 لازم نذكر حدث مهم جدا وهو اشتراك المرأة المصرية للمرة الأولى في تاريخها في مؤتمر رياضي دولي المشاركة دي كانت نتاج كفاح طويل للمرأة المصرية بدأوا النادي الأهلي زي ما تكلمنا قبل كده النادي الأهلي أول نادي سمح للمرأة المصرية بدخول الأندية لمشاهدة المباريات وأول نادي سمح للمرأة المصرية بممارسة الرياضة وأول نادي حول عضوية المرأة الرياضية لعضوية منتسبة وأول نادي إدى للمرأة المصرية العضوية العاملة وحق الانتخاب سنة 1947 قبل كل الأندية الأخرى بسنوات طويلة ريادة الأهلي للرياضة النسائية كان لها أثر عظيم على الرياضة المصرية بشكل عام وعلى تغيير نظرة المجتمع للمرأة فظهرت رائدة الرياضة النسائية نفيسها الغمراوي اللي أسست أول فريق سيدات لكرة السلة بالأهلي سنة 1936 وضم على سبيل المثال فتحية سليمان وإنعام سعيد وليلة الصرفي وفاطمة يحية وعائشة عثمان واعتماد الغمراوي وفتحية مذكور وعائشة مراد وأختها إحسان مراد اللي تزوجها الفريق أول عبد المحسن مرتد نفيس الغمراوي كمان كانت أول سيدة مصرية تعوم مسافات طويلة سنة 1938 بعد ما قامت بالسباحة من دمياط لراس البر وغير تأسسها لفريق كرة السلة أسست أول فريق للكرة الطايرة سيدات بالأهلي ومارسة ألعاب القوة والهوكي كانت كاشكول في الرياضة وكانت تاني سيدة تقود طائرة في تاريخ مصر بعد لطفية النادي وبقت أول عميدة لمعهد التربية الرياضية للفتيات اللي تم إنشاؤه سنة 1947 رياضة الأهلي للرياضة النسائية في مصر ما اقتصرتش على نفيس الغمراوي لكن كمان ظهرت أمينة محمود جوكر الرياضة النسائية اللي لعبت وفازت بكافة مسابقات العدو مئة متر ومتين متر وربعمائة متر وطمنمائة متر وألف وخمسمائة متر وسباق مئة متر حواجز ومنافسات رمي الجلة ورمي الرمح والخماس الحديث ولعبة كرة اليد دوليا وكرة السلة والطائرة لكن الأهم من كل ده إن أمينة محمود هي أول سيدة مصرية وعربية تشارك في الدورات الأولمبية وكمان ظهرت الناس حقي اللي كانت بطلة سباحة المسافات الطويلة على مستوى المحترفات وفازت بسباء النيل وكابري نابولي وكانت أول سباحة مصرية تحصل على بطولة عالمية كبرى استحقت عليها إن الرئيس جمال عبد الناصر يمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى وظهر بعدها بقى شدي الراغب وصحر منصور وغرهم وبالمناسبة إيه ناس حقي اعتزلت السباحة بعد جوازها من الفنان عادل خيري طبعا عارفين عادل خيري أخو بديع خيري أحد رواد المسرح المصري واللي كان بينظم الحفلات في النادي الأهلي في التلاتينيات طبعا كلنا عارفين الفنان عادل خيري هو أيضا أحد رواد المسرح وفاكرين طبعا بطولته المصرحية إلا خمسة مع الفنانة الكبيرة ماري مونيم لما كانت بتوقع تقوله انت بتشتغل ايه يقولها سواء يا ست هانم تغيب تجيب وتقوله انت بتشتغل ايه يقولها سواء يا ست هانم تغيب وتقوله انت سواء طبعا كلنا فاكرين كنا على طول بنفتكر جملة ماري مونيم ويا بتقوله انت بتشتغل ايه ونشوفه يقول سواء يا ست هانم سواء طبعا عمل مصرحات كتيرة أو زي كل تحليوة وتلاتين يوم في السنج وغيرها وغيرها وعاد مصرحيات الرحاني بعد كده على مصرح الرحاني عادل خيري وإيه ناس حقي خلفوا تلات بنات عطية وعزة وعبلة وعبلة هي نفسها عبلة خيري بطلة السباحة الطويلة زمان واللي عبرت المنش تلات مرات ونتيجة لريادة الاهل للرياضة النسائية اتشكل اول وفد نسائي مصري شارك في مؤتمر التربية البدنية الدولي نفيسة الغمراوي عميدة معهد التربية البدنية للفتاة وعائشة مراد وكيلة المعهد واللي اتنين من بنات النادي الاهل واتطور الامر سنة 1954 نفيسة الغمراوي رشحت نفسها في انتخابات اتحاد الهوكي عشان تكون اول امرأة تترشح في انتخابات لاتحادات الرياضية الانتخابات كانت في كل الاتحادات تقريباً وكانت نفيسة الغمراوي هي المرأة الوحيدة اللي رشحت نفسها في انتخابات الاتحادات المختلفة وترشح مع نفيسة الغمراء ومن الاهلي محمود رقفة والدكتور نور الدين طراف وكان من دمن المرشحين البكباشي يوسف السباعي طبعا عارفينه اللي هو نفسه الأديب الكبير يوسف السباعي اللي تقلد العديد من المناصب بعد كده منها رئيس تحرير آخر ساعة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة روزا يوسف ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ضر الهلال وبعدين بعد كده بقى وزير الثقافة ورئيس اتحاد الإزاع والتليفزيون ونقيب الصحفيين ومن أشهر أعماله الأدبية كلنا عارفين نائب عسرائيل أرض النفاق إني راحلة بين الأطلال رد قلبي نحن لا نزرع الشوق العمر لحظة أما الدكتور نور الدين طراف فده من كبار رموز النادي الأهل وكان له نشاط سياسي كان عضو بالبرلمان سنة 1945 وتعين وزير الصحة مرتين وبعدها رئيس المجلس التنفيذي للأقليم المصري في الجمهورية العربية المتحدة وكان عضو مجلس إدارة الأهل وبعدين بقى وكيل النادي لحد سنة 1964 كان شخصية أهلوية عظيمة ومن كبار حكماء الأهل المهم أصفرت انتخابات اتحاد الهوكي عن فوز الدكتور نور الدين طراف بمنصب الرئيس ونجحت نفيسة الغمراوي في منصب الوكيل ومحمود رقفة على منصب سكرتير عام للتحاد وأصبحت نفيسة الغمراوي بنت الأهل أول سيدة مصرية تدخل انتخابات اتحاد رياضي وأول امرأة مصرية تنجح وتبقى وكيلة اتحاد رياضي مصري وبمناسبة لعبة الهوكي وزي ما قلنا قبل كده الأهل كان من الفرق الرائدة في اللعبة اللي دخلت النادي في التلاتينيات وفي سنة 1954 اتصدر ترتيب فرق القاهرة في دور المنطقة وتلاه الزمالك وفرق الحربية والبوليس والترسانة والسكة الحديدة وكمان فاز الأهل بأول بطولة للجمهورية في تاريخ لعبة الهوكي بعد ما فاز على المصري 3-0 البطولة اللي نظمها اتحاد الهوكي الجديد بعد انتخابه برئاسة الدكتور نور الدين طرف ومن نتائج كرة القدم في الوقت ده فوز الأهل على الزمالك 4-2 في بطولة الدور العام لكرة القدم توتو أحرز 3 أهداف وأحمد مكاوي أحرز هدف وأحرز للزمالك الكابتن علاء الحمولي وأحمد أبو حسين وفاز في نفس اليوم وبنفس النتيجة على الزمالك 4-2 في دوري منطقة القاهرة اللي كان بيتلعب بالفريق التالي وكانت مباريات دوري المنطقة بتتلعب قبل مبارات الدوري العام ونتقل سنة 1955 وفي مطلع سنة 1955 وتحديدا في شهر فبراير أصيب الوسط الرياضي عامة والأهلاوي خاصة بحزن شديد تقف نجم الأهلي وبطل الجمهورية في تنس الطولة مصطفى أبو هيف أصابوا المرض أثناء تمثيله لمصر في بطولة دولية في الهند وتوفي فور العودة لمصر مصطفى أبو هيف كان مع أشقائه أمين وحسن وعبد الحي رواد للعب التنس الطولة في مصر وشخيقهم الأكبر الكابتن عبد اللطيف أبو هيف بطل مصر في السباحة الطويلة والعبر المنش تلات مرات في رقم قياسي عالمي حققه سنة 1953 الدولة شيعت بسمان مصطفى أبو هيف في جنازة رسمية وأوفد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مندوبا عنه في الجنازة تقديرا لقيمة مصطفى أبو هيف الله يرحمه سنة 1955 شهدت أزمة من أكبر أزمات الكرة المصريية في تاريخها الطويلة أزمة اتعامل معها مجلس إدارة الأهل بكل قوة حفاظا على حقوق الأهل هنتكلم عن الأزمة دي وعن تفاصيلها لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة